مع انطلاق العد التنازلي لبداية الصمت الانتخابي تسرع السلطات المحلية عقارب الساعة لتعبئة المواطنين وحثهم على المشاركة في محليات 23 نوفمبر غير أن حملة التحسيس التي كانت اليوم على مستوى المقاطعة الإدارية للحراش تحولت إلى مواجهة بين المواطني والمسؤول على غرار كل ولاية المنتدبين في ولاية الجزائر العاصمة وبإشراف شخصي لسيد ولولاية الجزائر قمنا بعملية تحسيسية واسعة من خلال تواصلنا الميداني واليومي مع كل الفاعلين عنا سخصيك حنا عدنا عندي عامين من اللي سكنت هنا عندي بروبلم عدنا عندي بهذه ربع خطرات يتسرقوا لي طنوبيلات مش غير أنا جيراني كومب لهذا الكارثي خرجة الولي المنتدب مهدي بشارب التي كانت للتحسيس بأهمية الانتخاب وأيضا للوقوف على مشاكل تنموية في فرصة سانحة اختنمها السكان للتبليغ عن انشغالاتهم والنقائص التي جعلت الكثير منهم مقتنعين بعدم جدول انتخاب على أميار فشلوا في التسيير يا ميسيو الولي ما هملة ما هملة ما هملة ما هملة الدارات جمعة تتصور هذا بشارب لبرطة بشير روحو لايك ليراج لايكال لايكال ديسبونسير ترانستبور ما عندنا التغاز عندنا عامة حلسكنين هنا مكك للغاز خاصنا سياء مناقر مقرار بلحراش آبي خاصنا غير سياء سياء وبريمة وطريق زيارات ميدانية بتوابل سياسية جعلت المسؤولين يقفون على حجم النقائص والمشاكل التي يتخبط فيها المواطن البسيط والذي ينتظر تجسيد الوعود وتكرر الزيارات بعد الانتخابات